تسأل وقتنا عن حكم الإسلام فيما يفعل في الأعراس من كشف الشعر والنبس القصير بين صفوف النساء الواجب على المسلمات أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يلتزمنا في الآداب الشرعية في الأعراس وفي غيرها الواجب على المرأة أن تلتزم بالآداب الشرعية في لباسها وفي زينتها وفي سواء كانت في حفل عرس أو في غيره إذا خرجت من بيتها فإنها تخذ متسكرة متحفظة متجنبة للطيب ساترة لجسمها وأن تكون قدوة حسنة لأخواتها ومن تجتمع بهن فإذا كانت في محيط النساء وكشفت شيئا من شعرها أو كشفت وجهها أو كفيها أو قدميها فهذا لا بأس به في محيط النساء إذا كانت ثيابها ثياب حشمة وثياب ستر أما ما يتخذ بعض النساء من الألبسة التي لا تستر والتي تكون على غير الإيباس الشرعي فهذا أمر لا يجوز ولو كان عند النساء لأن هذا يعتبر من الخروج على أداب الإسلام ويعتبر أيضا من القدوة السيئة لنساء المسلمين فالواجب الالتزام للأداب الشرعية وطاعة الله سبحانه وتعالى وأن تكون المسلمة قدوة حسنة لأخواتها جزاكم الله خيرا وأحسن عيدكم